تنفيذا لتوجهة الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الفئة الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا وفي إطار المبادرات الاجتماعية التي يطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموية أعلنت مؤسسة حياة كريمة في هذا الإطار عن إطلاق مبادرة وصل الخير عفوان ثلاثة حيث وجهت المؤسسة عددا من القوافل المحملة بالمساعدات الغدائية والتي تبلغ نحو أربعين ألف صندوق مواد غدائية إلى مختلف محافظات الجمهورية يأتي هذا تزامنا مع احتفالات ذكرى المولد النبوي الشريف والذكرى التاسعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد